طيب رأيك كمالوان أنا بتفق مع جهري في فكرة أن الزمالك النهاردة أهم حاجة حصل عليها هاته 3 نقاط علشان يرجع في مسابقة الدوري تاني علشان يحط رجله ما بين الأهلي وبيرميدز وشوف أن نتيجة بكرة ما بين الأهلي وبيرميدز أي نتيجة جهري هي في مصلحة الزمالك لأن فيه منافس حيقع ولو الاتنين اتعدلوا الاتنين حيقعوا فالزمالك حيرجع يحط رجله تاني النهاردة فيه نقاط فنية سلبية في الناحية الهجومية ونقطة فنية إجابية كمان في الناحية الدفاعية أنا شوفت النهاردة كريم لأول مرة الزمالك من بداية الموسم في الناحية الدفاعية هو كومباكت جدا هو بيلعب تقريبا 9 أو 10 تحت الكرة وفيه التزام وارتداد دفاعي بالذات من أوباما وبالذات من بين شرقي اللي أنا دايما ما كونش بشوف منهم ارتداد دفاعي في فترة كارسيرون فدي نقطة إجابية في الناحية الدفاعية قد إيه الزمالك كان كومباكت في الناحية الدفاعية ومن نقاط الإجابية في الناحية الهجومية هي تنويع طريقة اللعب الهجومي يعني النهاردة كان فيه نماطين للخروج بالكرة أو للعب الهجومي النمط الأولاني اللي هو الكرة الطولية القطرية اللي بتتلعب في ظهر سعداوي اللي هو الباك الشمال اللي على طول طاير من لعيب الجونة ومعلق قدامه على طول زيزو بيزبط نفسه مع طارق عمري طارق الليفت سنتر باك ويحاول أنه هو يكشف الأوف سايد وتتلعب له كرة في ظهر المدافسين وعملها روقة بشكل كويس جدا وطالت على زيزو وعملها بعد كده إمام عشور بشكل كويس جدا مرتين مرة دخلت جون ومرة كان زيزو لعيبها وتصدت فده نمط بيتلعب بشكل كويس ومتحفزة جملة والجملة التانية هو المسلس اللي بيتقلب الاربعة اتنين تلاتة واحد لما زيزو بينزل يلعب في دور لعيب نمرة تمانية نحية اليمين فبيفضي المساحة اللي هي في نص الملعب دي يقوم أوباما من نمرة عشرة يسيب مركزه ويروح هو ناحية الوينج في اللحظة دي بيحصل حجم الاثنين يأما إمام هو اللي بيدخل يكمل في مركز نمرة عشرة ويزيد بالكورة وعنده تزديدات قوية جدا يأما بين شرقي بيدخل في عمق الملعب وهو يبدأ يشغل ناسفة التريانجل أو المسلس اللي بيتقلب من الاربعة اتنين تلاتة واحد الستاتيك للاربعة اتنين تلاتة واحد الديناميك وفي فلو في المراكز أنا شفت أن هي كانت مفيدة جدا لزيزو ترجمة نانسي قنقر